موعدنا معكم في هذه الليلة مع الكلمة الهادفة لسماحة الشيخ محمد باقر الشيخ فليتفضل مشكوراً ومصحوباً بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم بدايةً أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المؤمنين والمؤمنات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا على مثل هذه المناسبات في حال أفضل من هذا الحال إمامنا العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر من أئمتنا والذي نعتقد بكونه آخر الأئمة حضوراً آخر الأئمة عليهم السلام الذي مارس دوره بشكل حضوري وبشكل علني ثم في عقيدتنا يأتي بعده ابنه الإمام صاحب العصر والزمان والذي يمارس دوره في الإمامة ولكن بصورة مختلفة وهي صورة الغيبة الصغرى والكبرى وهذه الميزة في الإمام العسكري عليه السلام تعطي للتوصيات التي كان يرفض بها الشيعة يرفض بها أتباعه تعطيها ميزة خاصة باعتبار أنه بعد رحيله عليه السلام ستكون الغيبة فلابد أن تكون هذه التوصيات توصيات لها أهميتها في المجتمع الشيعي في المجتمع الإمامي هذه جنبة من الجوانب المهمة التي ينبغي أن نركز عليها فيما إذا قرأنا توصيات الإمام العسكري عليه السلام جنبة أخرى أيضا تاريخية هي أن عصر الإمام العسكري عليه السلام باعتباره في العصور المتوسطة في تاريخ الإسلام كانت تلك العصور عصور ما بعد الفتوحات أي ما بعد تداخل الأمة الإسلامية مع الأمم الأخرى انفتاح الثقافة الإسلامية على ثقافات أخرى ولذا كان المجتمع الذي يعيشه الإمام العسكري عليه السلام من ناحية القوميات خليطا مشتركا من الفورس والتورك والعرب وغيرهم هذا من ناحية الثقافات القومية من ناحية أيضا الفكر الذي كان يطرح في تلك الفترة كانت أفكار متعددة ففي تلك الفترة ظهرت تيارات متعددة نشأت فرق إسلامية متعددة كل هذه التيارات الفكرية والفرق التي تنتمي إلى الإسلام بصورة وبأخرى كانت تطرح مشروعاتها في تلك الفترة فإذا الإمام العسكري عليه السلام كان يعيش هذا الجو وفي مثل هذا الجو التي تختلط فيه الثقافات وتختلط فيه الأعراق وتختلط فيه الأفكار أيضا تكون لتوصياته الصادرة إلى المجتمع الإمامي الشيعي تكون توصيات متميزة هذه مقدمة أحببت أن أذكرها وبعد ذلك أقرأ مقطعا من وصية الإمام العسكري عليه السلام إلى شيعته هذه الوصية صدرها الإمام عليه السلام أو صدرها الرواة بعنوان كان مما أوصى به شيعته يعني وصية أراد الإمام عليه السلام أن تصل إلى شيعته في هذه الظروف ظروف آخر الأئمة حضورا وظروف اختلاط الأفكار واختلاط القوميات إن الرجل منكم يعني من الشيعة الإمامية إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا هذه الفقرة من الوصية تبين لنا أمرا مهما جدا وهو أن سلوك الإنسان يكشف عن هويته سلوك الإنسان يكشف عن ثقافته يكشف عن بيئته يكشف عن انتمائه الآن من الأمور المعقدة في علم الاجتماع تحديد الهوية التي تجمع أفراد متعددين هناك من يرى بأن الجامع الذي ينبغي أن يجمع الناس هو اللغة مثلا ويسمون بالقوميين هناك من يرى بأن الذي يجمع الناس هو البلاد الذي يعيشون فيه هناك من يرى بأن اللون والعرق هو الذي يجمع الناس وعلى أساسه ينتمون الإمام العسكري عليه السلام في هذه الرواية في هذه الوصية يبين لنا بأنه ما الذي يجعلنا متميزين عن الآخرين ما هو الشيء الذي ينبغي أن يكون مشكلا لهوية الشيعي بحيث إنه ما إن نراه نقول هذا شيعي خلنا نوضح أكثر بمثال لأن إذا رأيت شخص بلباس باكستاني ما هو الانطباع الأول الذي سأخذه عنه أنه من البلد الفلانية رأيت شخص يتكلم باللغة الفارسية سأقول بأنه من هذه البلاد يتكلم بلغة مثلا بلهجة من ضمن لهجات الخليج سأقول بأنه من هذه البلاد هذه كلها مميزات هذه المميزات متى ما رأيتها يصح لي ويحق لي أن أحكم على أن فلانا من هذه البلاد فلان يحمل هذا الفكر هذه الرواية تقول هناك أربعة أمور ينبغي أن يتصف بها الشيعة ينبغي أن يتصف بها الإمامية الاثني عشرية لكي يكونوا مميزين عن سائر الناس بهذه الصفات بحيث ما إن يروا من يتصف بهذه الصفات يقولون هذا شيعية هذا أدبه جعفر عليه السلام هذا أدبه العسكري عليه السلام ما هي هذه الصفات الصفة الأولى أن يكون ورعا في دينه هناك مرتبة وهي مرتبة الالتزام بالواجبات والالتزام بترك المحرمات هذه المرتبة لازمة على الجميع وهناك مرتبة أعلى منها وهي الوقوف عند الشبهات أيضا هذه المرتبة هي مرتبة الورع عندما أحتمل أن هذا الكلام سيكون غيبة هنا يظهر الورع عندما أحتمل أن هذا الكلام سيسبب فتنتان هنا يظهر الورع لأن الورع يحجز الإنسان ويكون يعني يوجد بينه وبين باب المحرمات مسافة هذه المسافة تمنعه من أن يرتكب بعد ذلك الحرام لأن من يترك الشبهات من باب أولى يترك المحرمات أيضا ومن يفعل ما يحتمل أهميته ووجوبه يحتاط هذا من باب أولى أيضا يلتزم بالواجبات هذه صفة الإمام يقول بأنه لابد أن يتميز الشيعي بها وهذه الصفة لا تختص بالعبادات بل حتى التعامل مع الناس التعامل مع الناس تدخل فيه أيضا صفة الورع الصفة الثانية وصدق في حديثه صدق الحديث من أشد الأمور التي إذا أردنا أن نصارح أنفسنا يصعب الالتزام بها أن يكون الإنسان صادقا في حديثه الرواية لماذا هذه النصيحة لها أهميتها هذه الصدق لا يختص أيضا بصدق اللسان وما أقول به هناك مرتبة عالية من الصدق أنني عندما أقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ألتزم بمفاد هذه الكلمة أم لا هذا أمر يدخل في عنوان الصدق أيضا عندما أقول الله أكبر ألتزم ب ما تدل عليه هذه الكلمة أم أخادع نفسي هذا يدخل أيضا في عنوان الصدق يعني إذا أردنا أن نراجع أنفسنا فلنلتفت فقط إلى ما نقوله في الصلاة مثلا الذي نكرره في اليوم على الأقل خمس مرات هل نلتزم به أم لا هذا يدخل في عنوان الصدق المفردة الثالثة التي يذكرها الإمام عليه السلام ويوصي بها شيعته هي مفردة وأدى الأمانة والأمانة من المفاهيم الكبيرة جدا في روايات أهل البيت عليه السلام من المفاهيم الواسعة الأمانة ليست فقط أن يأتي شخص ويعطيني شيئا ما ويأتمنني عليه ثم أرجعها إليه هذا مصداق بسيط من مصادق الأمانة الأمانة باب واسع جدا الستر على الآخرين أمانة إخفاء الأسرار التي يعطيك إياها الآخرون أمانة الآن نرى مثلا زوجين يعيشون لمدة طويلة يحدث بينهما فراق بعد ذلك كل واحد منهما يظهر مساوئ الآخر صديقان يعيشان مع بعضهما بعض فترة طويلة من العامر يوجد اختلاف بينهما كل واحد منهما يهتك ستر الآخر اختلاف سياسي اختلاف حزبي اختلاف على مأتم اختلاف على مسجد كل هذه الأمور امتحانات نقع فيها مفهوم الأمانة يبتعد عننا ونبتعد عنه فأداء الأمانة أمر قبل أن يكون مجرد حفظ شيئين وهو ما له مالية أو شيء آخر هذه الأمانة في الفقه أما الأمانة كمصطلح في روايات أهل البيت عليه السلام له مفهوم واسع جدا يشمل جميع هذه المصادق هذا العنوان الثالث العنوان الرابع أو المفردة الرابعة التي يطرحها الإمام عليه السلام هي مفردة وحسن خلقه مع الناس ما في كلمة عن من كلمة الناس بعد يعني كلهم حسن خلقه مو مع خصوص أهل بيته وإن كان هذا أمر مطلوب حسن خلقه ليس فقط مع معارفه أما من يطلع بر البلاد يتغير كل شيء حسن خلقه ليس فقط بين من يهابهم وبين من يحترمهم تكون هذه صفة ملازمة له حسن الخلق صفة ملازمة له ونلاحظ هنا أنه أيضا حسن الخلق مع الناس ليس فقط ممن يشترك معك في مذهب معين ليس فقط مع من يشترك معك في ديانة في قومية بل مع الناس كلمة عامة تشمل الجميع هذه الخصال الأربع التي يطرحها إمامنا العسكري عليه السلام تشكل إذا صح لنا أن نعبر تشكل لنا المنظومة الدينية بأكملها هذه العناوين الأربعة تجمع لنا كل المنظومة الدينية ما هي المنظومة الدينية عقيدة تدخل في هذه الأمور الأربعة لأنني إذا كنت ورعا لا بد أن أكون موحدا لا بد أن أكون عارفا بالنبي لا بد أن أكون عارفا بالأئمة لا بد أن أكون عارفا بالمعام كله يدخل في عنوان الورع المنظومة الدينية بعد العقيدة أخلاق تدخل فيها أيضا هذه المحاور الأربعة المنظومة الدينية النظام الديني الفقه تدخل فيه أيضا هذه المحاور الأربعة فإذا لكي نمارس الدين كسلوك حياتي يعني يكون الدين هو الذي يحكم سلوكنا لكي نمارس الدين ممارسة في حياتنا اليومية في جميع أعمالنا يجب أن نضع نصب عيننا هذه الوصايا الأربعة الفعل الذي أقوم به هل هو مندرج تحت عنوان الورع أم لا هل هو مندرج تحت عنوان صدق الحديث أم لا هل هو مندرج تحت عنوان أداء الأمان أم لا هل هو مندرج تحت عنوان حسن الخلق مع الناس أم لا هذا لو أردنا أن نتخيل مجتمعا يسير على مثل هذه الأمور الأربعة فهو حتما المجتمع المثالي المجتمع الأفضل لن يوجد مجتمع تسوده هذه الأمور الأربعة إلا وهو أفضل المجتمعات بلا شك وبلا ريب وهذا ما يؤكد ما ذكرناه في المقدمة من أن الإمام عليه السلام وصاياه تكتسب أهمية لأنه بعد غيبة الإمام كيف ينبغي للشيعة الذين يتبعونهم أن يسلكوا في حياتهم اليومية كيف لهم أن يتعايشوا مع الآخرين يتعايشون مع الآخرين على وفق هذه الأسس الأربعة التي ذكرها الإمام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنطبق عليهم هذه المواصفات وأن يعيننا على تطبيقها في سلوكنا بحق سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى